السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس العلوم للصف الثالث الإعدادي الفصل التاسع التفاعلات الكيميائية الدرس الأول المعادلات الكيميائية في جزئه الأول أهداف درسنا لهذا اليوم هي أن نحدد ما إذا كان التفاعل يحدث أم لا كذلك سنفسر المعادلات الكيميائية وأخيرا نكمل المعادلات الكيميائية وفقا للنشاط الكيميائي للعناصر أولا سنستذكر التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي التغير الفيزيائي هو تغير في الخصائص الفيزيائية للمادة كالحجم والشكل والحالة فنلاحظ هنا طي الورق يعتبر تغيرا فيزيائيا وذلك لأننا غيرنا شكل الورقة فقط ولم نغير من خصائصها الكيميائية أما بالنسبة لحرق الورق فإنه تغير كيميائي هو تغير ينتج عنه مادة أخرى تختلف في خصائصها عن المادة الأصلية فباحتراق الورق تتحول الورقة البيضاء إلى رماد غامق ويتصاعد الغاز وبالتالي نقول أنه حدث للورقة تفاعل كيميائي التفاعل الكيميائي هو العملية التي تنتج التغير الكيميائي تحدث التفاعلات الكيميائية عندما تتحد المواد لإنتاج مواد جديدة تختلف عنها في خصائصها الكيميائية يمكننا أن نحدد التفاعلات الكيميائية في البيئة المحيطة بنا باستخدام حواسنا فمثلا عندما نلاحظ هذا الضوء الناتج عن هذه الحشرة المضيئة فإننا نرى تفاعلا كيميائيا كذلك عندما نشم رائحة الدخان ونشعر بحرارة اللهب فإنها دلالة على تفاعل كيميائي أيضا عند الشعور بتغير طعم الحليب ويصبح طعمه لاذعا دلالة أيضا على حدوث تفاعل كيميائي أدى إلى تغير طعم الحليب طبعا لا يمكننا أن نستخدم حاسة التذوق في المختبرات حفاظا على السلامة كذلك أيضا عند سماع صوت المفرقعات فإنها دلالة على حدوث تفاعل كيميائي نعبر عن التفاعلات الكيميائية بالمعادلة الكيميائية ولكن ما هي المعادلة الكيميائية؟ المعادلة الكيميائية هي تعبير بالكلمات أو بالرموز عن التفاعل الكيميائي توضح المعادلة الكيميائية المواد المتفاعلة والمواد الناتجة وخصائص كل مادة فيها المتفاعلات هي المواد الموجودة البادئة للتفاعل وعندما تتفاعل ينتج عنها النواتج وهي المواد التي تنتج عن التفاعل أمثلة على المعادلات الكيميائية يمكننا أن نعبر عن التفاعلات الكيميائية التي تحدث في المنزل بكتابة معادلات كيميائية لفظية فمثلاً عندما يتفاعل صود الخبز مع الخل ينتج عنه غاز ومادة صلبة بيضاء كذلك عندما يتفاعل غاز الطهي مع الأكسجين ينتج عنه غاز وحرارة كما يمكننا أن نكتب معادلات كيميائية باستخدام الأسماء الكيميائية يمكن أن تكتب بالكلمات لفظياً أو باستخدام الرموز والصياغ فمثلاً عندما نحول المعادلة البصيطة الأولى هنا إلى معادلة باستخدام الأسماء الكيميائية فإنها ستكون على النحو التالي حمض الأستيك زائد كربونات الصوديوم الهايدروجينية ينتج عن تفاعلها أستات الصوديوم والماء وثاني أكسيد الكربون كذلك يمكننا أن نكتب هذه المعادلة ولكن باستخدام الرموز والصياغ من جهة اليسار لأنها تكتب بالحروف الإنجليزية المتفاعلات CH3 تتفاعل مع وهي تعبر عن حمض الأستيك وكربونات الصوديوم الهايدروجينية ينتج عن هذا التفاعل وهي تعبر عن أستات الصوديوم والماء وثاني أكسيد الكربون الأرقام السفلية هي الأرقام الصغيرة الواردة على يمين الذرات وتعبر عن عدد ذرات كل عنصر في المركب مثلا يتكون المركب H2SO4 من ذرتين هيدروجين وذرة كبريت وأربع ذرات أكسوجين تصاحب المعادلات الكيميائية العديد من الرموز ولها دلالات محددة يبين لنا الجدول هنا العديد من هذه الرموز ودلالاتها فمثلا السهم هنا يشير إلى اتجاه سير التفاعل فيحدد لنا المتفاعلات والنواتج أما السهمان المتعاكسان فإنهما دلالة على حدوث تفاعل عكسي أي أن المتفاعلات تتفاعل مع بعضها وتؤدي إلى تكون النواتج والنواتج يمكن أن تتفكك وتؤدي إلى تكون المتفاعلات مرة أخرى أما بالنسبة للسهم الذي يشير إلى الأسفل فهو دلالة على حدوث مادة مترسبة أي أن أحد النواتج ستكون مادة مترسبة أما السهم الذي يشير إلى الأعلى فهو دلالة على تصاعد الغاز أي أن أحد النواتج سيكون غازا متصاعدا أما المثلث فهو عادة يوضع فوق السهم دلالة على وجود حرارة وتسخين لحدوث التفاعل الحرف S يصاحب المادة أو أحد المواد الموجودة في التفاعل دلالة على أن هذه المادة مادة صلبة أما الحرف L فهي من ليكويد يكتب بجانب المادة السائلة أما الحرف G فهو من غاز يكتب بجانب المادة الغازية أما AQ فهي من أكيوس دلالة على تكون أو وجود محلول مائي النشاط الكيميائي للعناصر تختلف العناصر عن بعضها في التركيب الذري مما يؤدي لاختلاف قدرتها على التفاعلات الكيميائية من نوع الإحلال أي أن تحل ذرة محل ذرة أخرى في المركبات المتفاعلة تم ترتيب العناصر بحسب قدرتها بحيث يكون الأكثر مقدرة على الإحلال في أعلى سلسلة النشاط الكيميائي الموضحة في الشكل هنا فنلاحظ أن الليثيوم موجود هنا في الأعلى دلالة على أنه أكثر الفلزات نشاطا سلسلة النشاط الكيميائي عبارة عن ترتيب من الفلزات من الأعلى نشاطا وهو الليثيوم إلى الأقل نشاطا وهو الذهب ما عدا أنصر الهايدروجين هو اللافلز الوحيد في سلسلة النشاط الكيميائي في المعادلة الأولى هنا والتي تعبر عن تفاعل بين النحاس ونترات الفضة عند المقارنة بين نشاط النحاس والفضة نلاحظ أن النحاس يقع أعلى من الفضة في سلسلة النشاط الكيميائي وهذا يدل على أن النحاس أنشط من الفضة لذلك سيستطيع النحاس أن يحل محل الفضة في هذا التفاعل الذي ينتج عنه نترات النحاس وتكون الفضة كراسب أما في المعادلة الكيميائية الثانية فعند مسج الكوبلت مع كلوريد الصوديوم وبالرجوع إلى سلسلة النشاط الكيميائي نلاحظ أن الصوديوم أنشط بكثير من الكوبلت لذلك عند مسج الكوبلت مع كلوريد الصوديوم فإنه لا يحدث تفاعل لأن الصوديوم أنشط بكثير من الكوبلت تبين السلسلة أن فلزات الذهب والبلاتين والفضة ضعيفة النشاط كما نلاحظ فهي في أسفل السلسلة لذلك فهي تحتفظ ببريقها ولا معانيها مما يجعلها من الفلزات النفيسة التي تستخدم لأغراض الزينة وصناعة الحلي هيا نقيم أنفسنا السؤال الأول صف الدلائل التي تدل على أن تفاعلا كيميائيا قد حدث السؤال الثاني على ما يدل الرقم السفلي 2 في المركب H2O السؤال الثالث ما العناصر التي يمكن أن يحل محلها النحاس في محالي لها السؤال الرابع حدد من الجدول الدوري المجموعة التي ينتمي إليها العناصر الثلاث الأكثر نشاطا في سلسلة النشاط نعم من أهم الدلائل التي تدل على حلوث تفاعل كيميائي تغير اللون أو تكون فقاعات أو تكون رواسب أو تغير في الطاقة أو تغير في طبيعة المادة أو تغير في الرائحة يدل الرقم 2 على عدد ذرات الهايدروجين في المركب H2O أما بالنسبة للعناصر الذي يحل محلها النحاس في محالي لها فهي الزئبق والفبة والبلاتين والذهب فهي تقع أسفل النحاس في سلسلة النشاط أما بالنسبة للمجموعة التي ينتمي إليها العناصر الثلاث الأكثر نشاطا في سلسلة النشاط فهي المجموعة الأولى السؤال الخامس أكمل المعادلات الآتية إن أمكن لا يشترط الوزن لدينا أربع معادلات كيميائية نتحقق من إمكانية حدوث التفاعل إذا أمكن حدوث التفاعل نكمل المعادلة في المعادلة الأولى نلاحظ أن المعادلة بين الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم بالرجوع إلى سلسلة النشاط الكيميائي نلاحظ أن الصوديوم أنشط من المغنيسيوم لذلك سيستطيع الصوديوم أن يحل محل المغنيسيوم فيتكون مركب كبريتات الصوديوم ويترسب المغنيسيوم أما في المعادلة الثانية فهي معادلة بين الفوتاسيوم وكلوريد الحديد بالرجوع إلى سلسلة النشاط نلاحظ أن الفوتاسيوم أنشط من الحديد لذلك يستطيع الفوتاسيوم أن يحل محل الحديد ويتكون مركب كلوريد الفوتاسيوم ويترسب الحديد في المعادلة الثالثة وبالرجوع إلى سلسلة النشاط أيضا نلاحظ أن الزنك أنشط من الهايدروجين لذلك يستطيع أن يحل محل الهايدروجين هنا في هذه المعادلة ويكون مركب كلوريد الزنك ويتصاعد الهايدروجين كغاز أما في المعادلة الأخيرة وبالرجوع إلى سلسلة النشاط أيضا نلاحظ أن الكروم أقل نشاطا من السوديوم لذلك لا يستطيع أن يحل محله وبالتالي لا يحدث تفاعل إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء في درس جديد من دروس العلوم أترككم في رعاية الله مع السلامة